موسيقى دي الولايات المتحدة الامريكية المشترك من اجل الدفع الى جنيب تصعيد نزاع الصحراء هذا هو الاساس فاشكان هاد المجلس الام مجتمع تقدمت الروسيا بطلب بيرمي الى حتى امريكا ليلغاء ومراجعات المرسوم دي الاعتراف تاعها بالصحراء لفائدات المغرب طبي التحال هاد الموضوع بعدا مكش ناخدوه اللف سيق تيلو ونعرفو بانه المغرب هدي منتا ومغرب الولايات المتحدة الامريكية هما حليفين كتربتهم علاقات جد وطيضة علاقات تاريخية واقتصادية واستراتيجية ولا يمكن زعزعتوها او المسوا بها بشكل لين اللي يتفجأوا بالمغاربة وانهم ما توقعوش بانه الولايات المتحدة الامريكية اللي هي درك العالم وهي من أعضاء دائمين في مجلس الامن وهي دولة عظمى ان يكون التعامل مع المرسوم الامريكي بشكل بشأن الاعتراف بمغربيات السحراء اللي هو ما بداش ليت بزاف يعني 14-2020 انه يكون التعامل معه تعامل عادي غير مفعل روسيا وطبيعة الحال اللي هي تدخل دي من المعسكر الاشتراكي تقليدي دي مع الجزائر ما يمكنش لها نهائيا ولا تقدر لانها تعترف البوليزاليو بانهم اصحاب السيادة على السحراء الغربية وتعطيهم شي وتيقة وتعطيهم شي قرار ليقدر يخليهم يقول لي كيتمشحوا بانهم اصحاب حق في هذه الارض هذه ليا ارض مغربية محسومة تاريخيا وواقعيا وكذلك الان بمقتضى المرسوم الامريكي قانونيا وهذا مستجد جديد المغاربة فاهمين مزيان بانه انما الطلب الروسي لتقابل بالصمت الضمني دي لتصر ضمنيا بانه امريكي بانه بحلوة تراجعه وليس كذلك لانه السياسة والعلاقات الدولية كتبنى على مقومات دي التحليل لها تخرج من الفهم العادي دي الانسان البسيط وانما كتدخل في طار توازن البيني والتوازن المؤسساتي والتوازن الاديولوجي والاقتصادي بين دول روسيا دائما كنت تتمنى بانه يكون عندما وطئ قدم شمال افريقيا اليوم كنت سمعوا بانه هناك مفاوضات هناك تقارب من اجل ان تحصل روسيا من طرف الخصم الحقيقي والجزائر على ارض اللي ممكن من خلالها تنشأ قاعدة اسكارية بالجزائر وهذا ان تم فعلا فسيظهر بان الجزائر انما لا تستوعب الدروس وسيكون له توبعات جد 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 سلبية على الجزائر لان هذه تكون دخلات البلاد دي لها كلها في سرعة اكبر منها وستضيف فقدا احدى مقيمات تحكم السيادة من خلال تمكين روسيا اللي هي الحالفة تعامل من خلال تزويدها بالاسلحة وبأتمينة باهضة واللي كتكون كتقل لكاهل دي المالي ودي الصندوق الجزائري ولي كينعكس ينعكس اللي بي على المواطن الجزائري وحنا كنشوف المظاهرات وازمة الحليب وازمة الزيوت وازمة المواصلات وازمة تشغيل وازمة التشار هذا ازمة اداء الوجود للموظفين بقطاع البارد وبالتالي هذي كلها امور كتدخل في طار فقط الموجاملة اللي كتقوم بها روسيا من اجل الدفع بالجزائر بالجزائر الى مزيد من الاتمئنان تتخليها بانه توافق لي على دي الطالبات المربحة للدير دي الزويد بالسلح كان شجلو بشكل نخص ناخده الايجابي ان روسيا وان كانت انها تجامل الجزائر لان الموقف الصيني والموقف الهندي وكذلك الموقف ديال ايرلندا وبعض الدول الافريقية اللي عندما عندنا الصغة ديال العضو الدائم بانها موقف مشرف وانها كلها رفضت تذكر مقترح الامريكي المشترك وكذلك تعاملت ببرودة وتعملت بتهميش للطلب التدول للطلب الروسي الامريكي وهذا كان بان بشكل عالني من بعد لانه من بعد الجلسة المغلقة وطبيعة الحالة من يقول الجلسة المغلقة كيسبقوها وكيكونوا غادين معها بتوازي مجموعة لللقاءات البينية واللقاءات التحتية واللقاءات للعلاقات واللوبيات المختلطة والمختلفة اللي كنا في الدارس ديال الأمم المتحدة وديال مجلس الأمن هنا هاد شي هذا كيخلينا بأننا نكون واضقين بأن المغرب غادف في الطريق الصحيح وأن العلاقة التعوه هي مبنية على علاقة مبادئ وعلاقة قيم وكالتسم بالموضوعية وأنه الموقف الصيني والهندي كان سليما من خلال معارضته لكل ما كان ممكن إصدر مجلس الأمن غير ما تم التقرير هو ذلك لأن لو أنه واكبت وسائرات الصين والهند المقترح الأمريكي كان ممكن أنه يتفسر ويتطاري تأويل من طرف الخصوم ويعطي نتائج عكسية وهذا هو اللي نريد أن نستفدو منه ونفهموه وننتبهولي ونعرفوا بأنه الدبلوماسية المغربية إنما الدبلوماسية أصبحت متقدمة وأصبحت تتواجد برقع جد مؤترة ولم تعد الدبلوماسية المغربية الدبلوماسية التي تدافع بل الدبلوماسية التي تهاجم وتخلق فرص عديدة من أجل تحقيق الهدف طبعا مثل حال هروب الولايات المتحدة الأمريكية الضمني من خلال المداخلات ومناقشات نتبنى بشكل صريح الاعتراف تعبسي دات المغرب الكامل على الصحراء كيت نقد والمرسوم الأمريكي رقم 10126 اللي جات في عبارة عادي داية مفتاح بأن فاشك نرجع لذلك أربعات الفقارات الأربعات ديال هاد المرسوم هادا كتطلقوا بأن عبارة المفتاح بأن الولايات المتحدة تؤكيد تعبير تعتارف تعيد التأكيد تعتقد تحتو ستفتحو يكو جاء في هاد المرسوم هذا اللي جاء انسي جاما مع التطلعات الأمريكية منذ عدة سنوات في قضية ديال حالة النزاع والبحث على آلية جيدة بأن وراف ذلك المرسوم ما فيش تقريبا نصف صحة يكرجت فيه الحكم الداتي تتكار بعض المرات السيادة المغربية على الصحراء لغربية تتكار تلتات المرات الحل واحد الحكم الداتي كأنه حل واحد وعادي تتكار بعض المرات تتكار بأن استحالة قيام دولة صحراوية مرة واحدة وهذا يفيد بأن المغرب إنما يتشبته بمفهم استمرار الدولة وأن التعاقد ديال الدول لا يكون محطة مزاجي الطيارات السياسية والأطيف السياسية المتنافسة من أجل الوصول إلى قيادة الدولة عندما نكون في التنافس الانتخابي يمكن أن تكوننا أفكار يمكن أن تكوننا مواقف ولكن عندما نصل إلى كرسي التدبير ديال الدولة إنما تصرف ديال الدولة كشخص معنوي عام وشخص له التزامات دولية وشخص له صورة كيعطيها بشكل ليخلي الدول يحترموه وهذا هو المغاربة من طال الانتظارات اللي كانت عندهم اعتقدوا بأنه لربما الولايات المتحدة الأمريكية ماضيتون أو أنه محرجتون من خلال إدارة ديال الديمقراطين في التراجع بشكل ولو ضمن على المرسوم الأمريكي الذي أصبح مؤتمدا ضمن الوتيق للأمم المتحدة والجلس الأمن وهذا غير صحيح وأنه فقط الإدارة الأمريكية الآن حاليا هي دخل في ملفات كبيرة جدا ملفات مع الصين مع الروس مع مجموعة ديالدول الأخرى الكبيرة جدا العظيمة من حيث التوازن 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 الدولي وبالتالي لا نعتقد ولا نعتقد بأنه هناك تراجع وإنما هو فقط مرحلة انتقاليات مرحلة استئناس التعامل مع هذا الوضع هذا والمغرب بالقدرات الدبلوماسية الحالية وبالنشاط العديد المتكتف على مستويات مختلفة اقتصادية وسياسية والجماعية ومالية وكذلك أمنياء يستطيع أن يعطي للويات المتحدة الأمريكية إشارة بأن المغرب تابت في مصاريه تابت في مواقفه وتابت في حقوقه التي لا يقبل المساومة فيها بأي شكل من الأشكل اشتركوا في القناة